طبعا في البداية أحب أبارك للفريق الأول لكرة السلة بندي الزمالك لتأهله طبعا لنصف نهائي دوري سوبر السلة واللي هيكون في مواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة طبعا نصف النهائي مش هيبقى سهل خالص مش هيبقى سهل على الإطلاق الطبيعي إننا إحنا قدرنا إن إحنا نحسم التأهل في أول أربع ماتشات لنصف النهائي أمام الاتصالات وكان ممكن تتأهل بثلاث نطشات مش لازم يعني كنت توصل للمباراة الرابع المهم إننا نتعلم من الأخطاء نبني على الحاجات اللي كانت كويسة أو الإيجابيات اللي كانت موجودة نشتغل عليها لازم نشتغل كمان على نقاط الضعف للفريق وقع فيها اللي جاي مش سهل اللي جاي مش زي اللي فات يعني أنت شوف المباريات العصيبة اللي كانت مع المصرية للاتصالات لا اللي جاي أصعب كتير اللي جاي بقى أنت في مواجهة الاتحاد السكندري ولا في مجال الخضاء ولا في مجال التعويد ولا في مجال إننا يعني أقول إيه أنصاف الفرص ربع فرصة لازم أستغلها خلاص ما بقاش فيه وقت الفكرة إننا لا أصلي أعود في المتش اللي جاي لا أصلنا خلاص ضامن إننا هكسب المتشين اللي جايين لا أصل المتشين اللي جايين على أرضي فأنا ضامني أكسب فيش الكلام ده خالص بقى أنت رايح تقابل للتحاد السكندري اللي هو المنافس الأشرس والأصعب فالطبيعي أن أنت تبقى واخد بالك من كل المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة الزمالك في بعض الماضيات كان بيكون فارق بفارق كبير جدا في النقاط وكان بيدخل الاتصالات مرة تانية في الجيم أخطأ بقى كتيرة بسكت بيروح سلسيات بتروح فولات بالكوم تين أوفر كمية حاجات كانت بنشوفها في المباراة خاصة الماضيات التانية والتالت فجأة أنت بتلاقي نفسك بعد ما بتبقى كسبين وفارق كبير في اللي سكور مثلا بيوصل ل11 أو حاجة فجأة بتلاقي نفسك اللي سكور بيقل بشكل فضيع وفجأة بتدخل الفريق اللي قدامك هو الاتصالات طبعا في الجيم مرة تانية اللي اتحاد مش هينفع مع الكلام داي يعني أنت بتبقى قادر أنك تعود مع الاتصالات ترجع للجيم مرة تانية لو اللي سكور نزل بتقدر تعوده تانية الاتحاد زي ما كنا بنكلم مبارا احم complacent contrat instead اسكوات كامل الخمسة اللي بره زي الخمسة اللي جوه كلهم أتقل من بعد الروتيشن عندهم صعب جدا 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 يمكن احنا عندنا شوية مشكلة في الروتيشن أو شوية كثير يعني عندنا مشكلة في الروتيشن هما ما عندهمش مشكلة في الروتيشن زي ما بنقول الخمسة اللي بره زي الخمسة اللي جوه ففكرة أنك تبقى فاهم أننا أكسبان مثلا حتى سلسية وما حافظت على ده مع فريق زي الاتحاد انت مش تعرف تعوضه تاني خلينا بقى بنتكلم على ارض الواقع يعني خلينا بجد احنا خلصنا الحمد لله مهمة ربع النهائي مع الاتصالات دخلين بقى على مهمة صعبة جدا ما فيهاش بقى ما فيهاش ان انت النهار ده لو فارق باسكت ومعرفتش تحافظ عليه مش تعرف تعوض تاني مش تعرف ترجع للجنب السهولة يعني بتقابل فريق بقى كله يعني على اعلى مستوى في فكرة انك تبقى فاهم ان انا مش مشكلة بقى كسبان فرق عشرة وارجع للجيم لا مش هترجع للجيم مع فريق زي الاتحاد انا اسفا يبقى اقول كده بس مع كامل احترامي وتقديري خليني انا ابقى بتكلم معاكو كلام وقعي على ارض الواقع مش هنقعد نضحك على بعض لما تبقى فاهم انك مثلا يحصل انه ما فيش تأكيد على السلسيات ما فيش تأكيد على كل رمية اصلا بتطلع من ايدك فخلاص عشان تبقى فاهم النوش مشكلة دي دعوة هنرجع مرة تانية للجيم لا ما فيش الكلام ده مش هيحصل مع الاتحاد يعني خلينا واقعين فالمفروض ان احنا كل كورة كل سلسية كل بسكت كل هاجمة انا مركز تركيز غير طبيعي وانا مش لعيب بهاجم بس انا لعيب بهاجم وبدافع ففكرة انك تبقى فاهم ان انا رايحة هاجم وفي الدفاع راجعين يعني واحنا هنروح من بعض لا ما فيش الكلام ده انت خلاص بقى بتقبل فريق تسيقيل اللي اتحد من الفرق اللي هي بتدفع من نص ملعبك فالنهار ده حلولك لازم تبقى اكتر سباتك اللي انفعالي لازم يبقى اكتر كل هاجمة لازم تبقى اكتر واحنا بنسلم لبعد واحنا بندور على بعض علشان نباصي لبعد كل ده لازم يبقى فيه تركيز غير طبيعي غير طبيعي في الفترة اللي جاي غير بقى البطولة الافرقية تحت رعاية الام بي ايه يعني النهاردة انت عندك البطولة الافرقية تحت رعاية الام بي ايه برضو انت رايح تقابل فرق تسيقيلة جدا جدا الموضوع مش سهل ولازم لما تروح تقابل الفرق دي ان شاء الله الفوزي بقى حالفكم وتحققوا البطولة للمرة التانية على التوالي ولكن الاهم انك تركز بشكل كبير جدا ان الخبرات اللي هتاخدها في البطولة الافرقية بجد تاخد منها كم ايجابيات غير طبيعية يعني انت النهاردة رايح في البطولة الافرقية لازم تاخد كل الايجابيات دي وترجع تستفاد بيها في الدوري المصري انت السنة اللي فاتت لما كسبت البطولة الافرقية ورجعت قابلت الاتحاد في دوري السوبر في النهائي النهاردة كنت لا كنت واقف على رجلك في الملعب انت كنت بتلاقي فرق افرقية على اعلى مستوى وفريق تونسي ومسعار فا ايه فلما رجعت استفادت بشكل كبير جدا كان عندك ثقة ثقة البطل ثقافة مختلفة فرق على مستوى عالي فقدرت ان انت تفضل محافظة على نفسك في المستوى العالي ده وترجع لما ترجع في الدوري المصري تبقى تقيل حاسس بتقلك مش حاسس بتقلك غروري يعني لا حاسس بتقلك ان انا لا انا كنت بلاقي فرق تقيلة قوي فمش عايز انزل عن المستوى ده افضل حاطة نفسي في اللافل ده عشان لما ارجع قبل فرق في الدوري المصري ابقى عالي عليهم نفسيا قبل بدنيا وفنيا على فكرة الموضوع نفسي جزء كبير جدا منه نفسي ولما بنتكلم عن النفسي يبقى كده لازم نتكلم عن الجهاز الفني دور الجهاز الفني انك تحافظ على كل الاسكواد بتاعك على قد ما تقدر بشكل كبير جدا علشان ماينفعش ان انا اروح البطولة الافريقية انا معتمد على الاربع المحترفين وبلاس بقى انس او كيجو او اي حد واجي هنا الاقي الناس دي وقعوا مني نفسيا لا معلش طول الوقت انا طبعا مش بتدخل في شغل حد لكن طول الوقت لازم يبقى فيه روتيشن طول الوقت لازم يبقى فيه شغل جوه الملعب علشان انا النهاردة ما روحش هلعب بسكواد هو هو خمسة انا هلعب بيهم طول البطولة وبقية الفرقة دي مش مشكلة المهم ملعب البطولة الافريقية لا دي معادلة موازنة كده لازم تبقى موازن الدنيا ما بين البطولة الافريقية وما بين انك المحترفين دول هيمشوا المحترفين دول هيمشوا فانت هترجع للمحليين اللي هم مش قليلين اللي هم كويسين لازم تطعم طول الوقت بيهم وتشتغل طول الوقت عليهم ولازم ان انت يعني اقول ايه لازم تكسب كل افراد الفريق بتاعك بالتأكيد ده بالنسبة للباسكت طيب خلينا نروح نتكلم شوية عن فريق الكرة الطايرة اللي بقى مكتمل الصفوف وان شاء الله يقدر هو كمان يفوز على النادي الاهلي ويتأهل لنهائي الدوري طبعا الفولي نفس الكلام او جزء من الكلام اللي تكلمناه عن الباسكت خلينا نتكلمه كمان عن الفولي كوزء كبير جدا جدا انت النهار ده معاكت نين محترفين لسه هنشوف طبعا المحترف البرازيلي بكرة جواو فريرا او جواو رافايل هنشوفه بكرة ولكن يوسيفاني هيرنديز الكوبي شفنا قد ايه مستوى عالي جدا وقد ايه مستوى كويس جدا في الماتشين اللي فاتوا لسه كل ما يندمج مع الفريق هيدخل في الماتشات اللي لسه هنتعرف عليه في ابتداء من مباريات بكرة طبعا في الباستوف سري في نص النهائي طبعا دوري الطائرة اللي هبتدي من بكرة لحد يوم الخميس امام النادي الاهلي 3 ماتشات ورا بعد لو كسبنا ان شاء الله في اول ماتشين هنبقى مش محتاجين المباراة التالتة ولكن انا احساسي ان احنا هنلعب 3 ماتشات طيب برضو جزء من الموضوع نفسي انتوا لعيبة هيلين تدعيمات حصلت هيلة عندكم شباب متوسط اعمار خبرات عندكم كل ده موجود عندكم تدعيمات اتنين محترفين جمب انا شايفة ان فيه واحد انا شفته منهم على اعلى مستوى وان شاء الله البرازيلي بكرة يثبت نفسه ويقدر يدخل ولو ما دخلش في مباراة بكرة يقدر يدخل من المباراة التانية اللي هتكون يوم الاربع ويندمج الاحلى عودة رضا هيكل نجم الفريق عودته بعد انتهاء ارتباطاته في الدوري البولغاري وتحقيقه ل يعني جوايز كان توب سكورر كان افضل ارسال يعني كان عامل موسم ولا اروع ولما الناس عرضوا عليه انك ترجع في النص النهائي تلعب الثلاث ماتشاط مع الفريق الراجل ما تأخرش والادارة ما تأخرتش في انها تتكلم معي وتدعمه وتدعم به الفريق ده مهم جدا الادارة كده وفرت لكم كل التدعيمات انتو فريق مش وحش عملتوا ماتشاط مع اسموحة كويسة كابتن اشرف رشاد ناشي معاكو زي الفل دلوقتي وكل الاجهزة الفنية اللي فاتت ليهم مننا كل الشكر والتقدير كلهم على رأسنا من فوق الاهم ان انا دايما بحس ان ماتشاطكو امام النجزي الاهلي بيكون عليها عامل نفسي غير طبيعي انت كسبته في نهاية كاس انت مش اقلم انه ابدا انت فريق كبير انت المستقبل انت كسبته من غير كل التدعيمات دي وهو معاتني المحترفين ومعاك قوام منتخب مصر او جزء كبير من قوام منتخب مصر انت النهاردة معاك التدعيمات رجاء لك رضا هيكل انتو مش قليلين انتو فريق سئيل انتو فريق كبير عندوكو تدعيمات كويسة الادارة وفرت لوكو تدعيمات كويسة محتاجة ان انا اشوف حضراتكم بكرة نزلين احنا مش اقل من اي حد واحنا هنكسب التلات ماتشاط اهم حاجة فيهم العامل النفسي العامل النفسي واحد واثنين وتلاتة نفسيا التلات ماتشاط دول هتكسبوهم لو انتو عليين نفسيا انتو على كل المستوىات هايلين حطوا في دماغكم ان انتو مش اقل من اي حد انتو نجوم انتو فريق تقيل وتقدروا ان انتو تكسبوا كمان اتنين سفر واحد واثنين وتلاتة وحط تحتها مليون خط التلات ماتشاط دول الفارق بينك وبينه نفسيا لو قدرت تركب الماتشاط نفسيا انتو هتفوزوا وانتو رجالة واحنا بندعمو